هذا أعلن رئيس السيسي في ختام كلماته عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من عام 2024 إلى 2026 إيمانا من مصر بمسؤوليتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الأفريقية كما تعهد رئيس السيسي باستمرار العمل بتنصيق مع كافة أشقائنا الأفارقة نحو تنفيذ أهدف أجندة التنمية الإفراقية 2063 لسيما مع تولي مصر رئاسة الوكلة الإلمائية للاتحاد الإفراقي نيباد على مدى العامين القادمين كما أود أن أعلن عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2024-2026 إيمانا من مصر بمسؤوليتها نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا أصحاب الفخامة السيدات والسادة لقد أعدتكم عند تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكمسا فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنصيق مع كافة أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإلمائية للاتحاد الإفريقي نيباد على مدى العامين القادمين ترجمة نانسي قنقر